اشتركوا في القناة ما زلنا مع المغني ووصلنا الى بعض المسألة الفقهية على الاصل في المسألة الاولى والطهارة طب الماء الطاهر وقلنا الطاهر هنا قصد به لم يقصد به تقسيم طهور طاهر نجس لكن قصد به الطاهر الذي هو ضد النجس المطلق الذي لا يضاف الى اسم شيء غيره وقلنا الطاهر المطلق هو الماء المطلق الماء العاري عن الاضافة رضا الله عنك ابا الوليد هو الماء العاري عن الاضافة وهو الماء كما قلنا هو ماء السماء أو ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر أو ماء العين أو ماء الثلج والبرد كلها من المياه التي يصح الطاهر بها ويرفع الحدث بها غير المياه التي أضيفت في الماء المضاف لا يصح التطاهر به وإن كان قد نحكم بطهارته يكون طاهرا في نفسه غير مطاهر لغيره يقول المصنف ومنها يعني لما سألت التفرع عن هذا التأصيل قال ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة يقول والطهارة من النجاسة يعني إزالة النجاسة فإزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء الطهور أيضا هو أراد أن يبين ذلك يقول ومن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة هذه المسألة مسألة خلفية ولا مسألة اتفاقية بين العلماء هذه المسألة مسألة خلفية الجمهور قالوا بأن رأسة تزال بما يكون به طهارة الحدث ولهم أدل لا سنبينها وأيضا محمد حسن شعباني يقول بذلك من الحنفية وخلافا لأبي حنيفة بل وزفر أيضا يقول بذلك وزفر أيضا يقول بذلك وأبو حنيفة يقول تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر نعم كالخل وماء الورد وغير ذلك لماذا لماذا المسألة بس أنا أريد يا أمان سلام شوف أنا وقفته الآن الدرس عشان هذا الكلام أكيد سؤالك ما غيب قصدا ما غيب قصدا أنا الآن قلت ما أحد يعلق وأنا أعطي الدرس عشان أستطيع وأعطي الدرس ولا أشوش على أحد نحن هنا لخدمة الناس ولسنا للتحكم فيهم نحن هنا لخدمة الناس وطلبة العلم بالذات وليس للتحكم فيهم وأنا ما أرضى أن أحد يتحكم في طلبة العلم أو أن أحد يعقب على طلبة العلم إن كان الأمر فيه في الساعة لكن كان الأمر فيه بعض الخطأ فيه الإشارة وفيه التناصح وهذا من أفضل ما يكون من سمات وخلق طالب العلم الآن يا من سلام أنا مش هدي الدرس مش هدي مش هشرح المسألة ألا ما تعطيني سؤالك فأحسن الظن بإخوانك أكيد المشرفين لم يروا سؤالك أو يرى سؤالك فيعطيني إياه أكيد 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 فأحسن الظن بهم أحسن الظن بهم هات الآن با الآن الإحسان منكم لنا أن تعطيني السؤال الآن لأن لن أبدأ حتى أجيب لحضرتك عن سؤالك أو أجيب لحضرتك عن سؤالك رب يحفظكم جميعا أنا منتظر السؤال تشوف أنا أيضا ببحث الآن عندما كتبت العلم لا يونال بالراحة كان هذا قولي أحد نابي كثير وهذا كلام جيد جدا السؤال الذي أتاني أنا أعجبته مش موجود يا والله يا أمان سلام أنا ما أجد أنا أخذت كل الرسائل من الأول للآخر إلى الآن لا أجد السؤال آخر شيء رأيتها لحضرتك أو لحضرتك الوقت حتى في الوقت أنا الآن منتظر حتى أجيب عن سؤالك قلت أكيد لم يتعمد أحد إخفاء سؤالك بالله يأتينا بالسؤال بسريعا عشان نبدأ نتواصل يعني أنا عندي أو يعلم الله الأوقات عندنا مزدحمة جدا فأنا أريد دي الأسئلة أجيبها حتى أنها شغل أنفسنا في الدرس نعم سؤال من صاحب هذه المقولة العلم لا يونال طب الحمد لله العلم لا يونال بالراحة الجسد هو يحيى ابن أبي كثير وهذه المقولة أخراجها الإمام مسلم في صحيحه يعني يا حيى ابن أبي كثير قال لا يونال العلم براحة الجسد يعني يا حيى ابن أبي كثير وهو من تبعي التبعين وهو من الثقات الأثبات الآن أي سؤال اطرحي أو اطرحه ما يهمك أنا سأجيبك لكن إن كنت في الدرس سأؤخره إلى آخر الدرس أحسن الله عليكم إذن هنا عندنا مسألة التهارة إزالة اللي احنا قلنا التهارة من الحدث بالماء المطلق والماء العاري عن الإضافة والتهارة كما بيناها قبل في المقدمة أن التهارة تهارتان تهارة من الحدث وتهارة من إيش؟ إزالة إزالة نجس ربي نعم هو يحيدنا بكثير هو الذي قال بذلك إذن هنا الطهارة الثانية وهي إزالة النجس إزالة النجس قال المصنف أن الطهارة الشارح يعني أن الطهارة من النجسة لا تحصل إلا بما حصل به يعني إلا ما حصل به طهارة الحدث إلا ما حصل به طهارة الحدث ويحب نابي كثير ردي الله عنكم فوق الرأس توضعون أحبكم الله ويسر عليكم أولكم ونصلاة أن يرضى عنكم ويرديكم جميعا اختلف العلماء في إزارة النادس هل لابد له ويشترط فيه ما يشترط في طهارة الحدث بالماء المطلق أم لا أصل ذلك حديث الحديث الذي في الصعيحيني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهور أو قال أطهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسلوا سبعا أولهم ويعفر قال أولهن بالتراب في الوقت أخرهن بالتراب وفي الوقت فل يعفر سمان ما في أي اعتذار لك أن تفعل كل شيء أو لك أن تفعل كل شيء والأمر سهل يسير لكن كما قلت سأجيب بعد الدرس يا رب يرضى عنك يا رب أو يرضى عنك إذن في قول طهور استدلوا به أو استدلوا به الطرف الأول على أن إزالة الحدث لا تفارق طهارة إزالة النجس لا تفارق طهارة الحدث يعني هما سوا أبو حنيفة يقال في ذلك ويقول يجوز إزالة النجسة بكل مائع جامد مزيل مزيل النجسة كماء الورد كماء البقلة كالخل يقول بذلك ويستدل على ذلك بالعموم بقول يعني سأبايل الأدلة التي له نعم ويهاء إليه أننا شرحت هذه القطعة متى هو استدل بقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا قال فليغسله سبعا على الإطلاق فليغسله بإيش وما في المعمول يؤذن بالعموم يبقى يغسله بأي شيء يزيله المهم أنه مائع طهر مزيل الجمهور احتجوا بذلك على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهور إناء أحدكم هيغسله سبعا فيغسل بالماء نعم قال أهريقوا ما فيه وأغسله سبعا وأعفروا الثامنة بالتراب وأيضا هناك حديث عظيم جدا فاصل في الخطاب عندما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسألوا عن الثوب يصيبوا الحيد وتريد أن تصلي فيه وتعلمون أن شرط صحة الصلاة طهرت الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتي حتي ثم قرسي ثم انضحي ثم ثم صلي فيه فاشترط شرط أن تنضحه بالماء بعد أن تحطه لإزالة العين فإذات الأثر لا يكون إلا 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 وأيضا حديث العربي قال أهريقوا على بوله ذنوبا منها أيضا قال المصنف ومنها اختصاص حصول التهارة بالماء لتخصيص إياه وبالذكر فلا يحصل بماء سواه وهذا هذه المسألة أيضا مسألة خلافية بين العلماء فمسألة الوضوء هل يصح الوضوء بغير الماء المطلق أم لا يبقى الآن احنا قلنا تهارة الحدث وإزالة المجس لابد من الماء المطلق العاري عن الإضافة هذه المسألة ويقول حصول التهارة بالماء اتفاق باتفاق حصول التهارة بالماء باتفاق العلماء الكلام هنا هل يمكن هل تحصل التهارة بغير الماء هذه العلماء اختلفوا فيها على قوله اختلف العلماء فيها على قوله القول الأول هو قول جميل أهل العلم هو قول مالك والشفي وقال به أبو عبيت وأبو يوسف وأيضا قال به الحنابلة وقد يعني جاء عن عن كثير من المحدثين لا يحصل لا تحصل الطهارة بغير الماء أي مائع لا يرفع الحدث بل رفع الحدث لا يكون إلا بالماء الماء المطلق والأحناف الحنفية قالوا أو أصحاب الرأس والحنفية قالوا بأنه يجوز الطهارة بالنبيذ وقالوا بأن علي بن أبي طالب قال ذلك وبه قال الحسن والأوزاعي وقال عكرمة النبيذ وضوء من لم يجد الماء وأيضا قال إسحاق النبيذ حلوا أحب إليه من التامم وجمعهما أحب إليه وعن أبي حنيفة كقول عكرمة أيضا فقالوا بأنه يجوز الوضوء بالنبيذ أو نبيذ الطامل إذا إذا طبخ عند عدم وجود الماء يبع عندنا في المسألة قولا القول الأول القول الأول يبع عندنا في المسألة قولا القول الأول وهو قول جمهير أهل العلم قالوا الطهارة لا تكون إلا بالماء وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا في هذا الباب من هذه الأدلة من الكتاب والسنة ومن النظر أما من الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجهكم وأديكم من المرافق ومسحبوا رؤوسيكم ورجوكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذه مسألة عظيمة جدا ويش وجه الدلالة أنا أسألكم بقى الآن لابد من المشاركة هذا فقه ويش وجه الدلالة للجمهور الذين قالوا ولا يرفع الحدث إلا بالماء أين وجه الدلالة من الآية لهم في هذا الباب والآية قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وين وجه الدلالة هنا على أصلي مال نعم الترابة صعيد طيب جعلوا بدينا الماء التام ونهجعون بيذا ممتازة مع عبد الله إن شاء الله ورحمة الله الملكة الفقهية تذهب جليا في سرعة إجابتك أم عبد الله إن شاء الله طيب من إيش ما أكملت الإجابة أبا المال أخشى أن المال يأخذ برأسك والعب بقلبك فتترك الطلب الذي قد أتقنت فيه طبعا وجه الدلالة ظهر جدا في قوله تعالى فإن تجد الماء فتيمموا صعيدا طيبة جعل الأمر على الماء فإن لم يكن ما قال نبيذا قال التيمم بالتراب جعل البديل عن الماء التيمم بالتراب نعم ممتازة خديجة إذن هنا جعل التراب هو البديل عن الماء جعل التراب هو البديل عن الماء هذا من الكتاب ومن السنة كثير قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء ولو لعشر سنين فجعل الصعيد هو البديل جعل الصعيد هو البديل ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالماء فإن عدم فإنه يتيمم ولا يستخدم نبيذا وهذا من فعل النبي بيانة للواجب بيانة لما قال الله رجل الفعل فإن تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا وأما الأحناف والحسن وأيضا عطاء وقول إسحاق أيضا أدلتهم أدلة نظرية وأدلة أيضا أثرية الدليل الذي يستدلون به يستدلون بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأراد أن يصل لها الفجر يصل لها صلاة الفجر فقال أمعك وضوء قال لا قال معي إداوة فيها نبيذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمرت طيبة وماء طور تمرت طيبة وماء طور طيب وهو بيقول تمرت طيبة وماء طور وش وجه الدلالة عندهم في هذا الباب الحق أنه لو محص النظر ما في وجه الدلالة لكنهم يستدلون أنه قال تمرت طيبة وماء طور فسمى النبيذة عندهم هنا بقى عشان تفهموا وجه الدلالة عندهم فسمى النبيذة طورا والطهور هو الطائف نفس المطاهر ليش غيره نعم تمرت طيبة وماء طهور ماء طهور فستدلوا بها على ذلك طيب نحن نقول الآن الراجح من القولين وقول جمهور العلم وأن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء المطلق رفع الحدث لا يكون إلا بالماء المطلق فلا يرفع الحدث بأي شيء غير من المائعات غير الماء المطلق لا لن نبيذ ولا غير النبيذ والدلال على ذلك أن الله الرجل الفعل جعل البدل عند الحاجة وعند الحاجة لو كان هناك من التسير ما هناك فنقول يعدد يعدد لأن هذا أصل الشرع أصل الشرع التسير وإذا كان أصل الشرع التسير فما كان بديلا أو بدائلة كلما كانت البدائل أكثر كلما كان التسير أكثر وأيصر على المكلف فلما حصر البدائل في بديل واحد ولم يذكر ما ذكروا دل ذلك على على أنه ليس مراضا وأن الشرع لم يأتي بإباحتي لأن الشرع ماذا فعل الشرع جعل بديلا واحدا وهو فإن لم تجدوا ماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إذن هنا الصعيد الطيب جعله الله جلال فعله بديلا عن الماء ولم يجعل النبيذ بديلا عن الماء مع تأفره إذن هذا بالنسبة لمسألة وجه الدلالة من الآية والحديث أيضا الصعيد الطيب جعله بديلا وقلنا فعل النبي السلام مع عدم الفعل ولو مر واحدة بالنبيذ دل ذلك على أنه لا يصح دل ذلك على أنه لا يصح ومن النظر أنه لا يجوز الوضوء به في الحضر أو مع وجود الماء لا يجوز الوضوء به في الحضر أو مع وجود الماء عليكم السلام الله وبركاته فإن كان فإذا إذن نقول بأنه لا صح رفع الحدث إلا بالماء ما استدل به الأحناف أو الحنفية مع قول حسن وعكرمة استدلوا ب حديث ابن مسعود رد الله عن أرضاه والرد على حديث ابن مسعود من ثلاثة وجوه سأقول وجها وأنتظر منكم وجهيني أن تجيبوا عن وجهيني الوجه الأول هذا الحديث لم يثبت هذا الحديث لم يثبت والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح الأحكام فرع على التصحيح وهنا يقول علماءنا بأن هذا الحديث يعني قد اتفق المحدثون على ضعفه وحديث أبو زيد وهذا الأول الحديث وهما جهول عند هذا الحديث وأيضا عبدالله من مسعود لما سئل هل كنت مع النبي السلام لأيت الجن قال لا ما كان أحد مننا مع النبي السلام في ليلة الجن هذه دلالة واضحة جدا على نكارة هذا الحديث لأن ابن مسعود الراوي الأعلى هو ابن مسعود ابن مسعود نفسه ينفي أنه كان مع النبي ليلة الجن فكافة قال في ليلة الجن أنه يقال معك وضوء فابن مسعود نفسه قال لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أو قال ما منا من أحد كان مع النبي السلام في ليلة الجن ولذلك قال وددت أن أكون معه إذن هنا في هذا الباب الحديث فيه علتان العلة الأولى هي أبو زيد وهو مجهول والجهادة تضر بالسند والثاني والتاء الثاني هو أن ابن مسعود الراوي الأعلى للحديث ينفي أنه كان مع النبي ليلة الجن فهذه دلالة واضحة جدا على أن الحديث ضعيف من الوجهين فالحديث ضعيف والقاعدة عند العلماء الأحكام مفرعا على التصحيح فالحديث لم يصح والقصة أصارة لم تكن موجودة ومسلم روى أن ابن مسعود نفى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هذا الوجه الأول الوجه الثاني نتنزل مع الخصب لو قلنا صح الحديث وأن النبي قال تمرت طيبة وماء طهور نقول في المتن دلالة على خلاف ما تقولون وما تتبنون فالحديث لا يساعدكم دلالة على صحة الوضوء بالنبيذ كيف ذلك؟ لا ليس النسخة تامر الآن ليس النسخة وعندما تجيب من يخالفك بالنسخة فهذا أنت اتخذت معه طريق الكي والكي آخر الطرق لا هو ما يقول بالنبيذ يا عمر بالمال النبيذ الذي يشرب النبيذ أنت من تبهت معنا قلت لك المال أخذك وأتى بك النبيذ هنا يقصد ذلك نبيذ التمر نبيذ التمر وقلنا ذلك ماذا أفعل؟ أردت أن أخفي فرحي بالإجابة لكن لن أخفيها لا فضهوك يا معبد الله لا فضهوك معبد الله طبعا لمحت ما يكون ردا على أحناف قالت فاصلا بينهما تمر طيبة ماء طهور فالحكم المختلفان طبعا الإجابة لست بالضبط هكذا لكن ما شاء الله هو لما قال ماء طهور وش فيها وش فيها نعم الماء طهور ما قال بعد الخلط وبعد النبذ وكان نبيذ أنه ماء طهور هو بيقول في الاختلاط بينهما هذه التمر طيبة وهذا الماء طهور إذن لن يخرج لنا إلا إيه إلا طيبة لن يكون خمرا لن يخرج لنا إلا طيبا ولم يقل بأن هذا ماء أن هذا الماء هو الماء الطهور الذي يصح رفع حدث به فيكون هنا المعنى الصحيح في هذا الباب أن تكون المسألة أنه فصل بين التمر وإيش قال إذن لو قلنا انتبذ وتغير فقد قال النبي وهذا التغير لا يدر ليش لأنه لا يدر في الشرب هو التمر طيبة والماء طهور لكن لم يقل أن التمر الطيبة مع الماء صارت ماء طهور أن نستطيع أن يعني نتوضى به أيضا لابد أن يفهم شيء مهم في هذا الباب هذا الأمر هو عليكم السلام يا حسن كيف أنت وكيف أهل اليمن رضي الله عنك يا حسن عوزتنا رؤياك من زمن عوزتنا رؤياك أن يكون أن يكون وجود رضي الله عنك يا حسن أسعدتني رؤياك جدا 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 رضي الله عنك يماني نعم رضي الله عنك يمان بأسرها الحكمة يمانية والعلم يماني رضي الله عنك الوج الثالث المهم جدا هو أنه المتن نفسه ليس فيه ما يساعدهم على القول بصحة رف الحدث والتطهر بالنبيذ اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين أشاركم الله بكل خير اللهم أمين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز الوضوء ولا غسل به لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقول وينزل عليكم من السماء ماء اللي يطهركم به وهذا لقى عليه اسم الماء وهذا يعني آي نعم هذا هو أبا أبا الوليد حسن يماني كان يحضر معنا على طول في الدرس حسن يماني ما ترك درس أصلا لا فصل فأما غير النبيذ من المائعات الخل والدهن والمرق والشرب كل كل ما غلب على اسم الماء فتغير من اسم الماء لاسم آخر هذا نقول بأنه لا يصح رفع الحدث به قال لا أعلم خلافا بين العلماء بأنه لا يجوز الوضوء به لأن الوضوء قد ثبت بالماء في قوله جل في علاء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أنت لو قلت الماء هو الآن الشاي اختلط بالماء فصار غلب على اسمه أيضا الخل نفسه هو مائع من المائعات خالص ما فيه ماء فلا يصح رفع الحدث به لأن الأصل رفع الحدث جاءت الشرع بالآلة التي يرفع بها الحدث وهي الماء سواء ماء السماء أو ماء البحري أو ماء النهري أو ماء البئري أو ماء العين أو ماء الثلج والبرد استغفر الله راد الله عنك أحسن راد الله عنك أدبك الله بالخير أحسن الله عليك قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقال النبيسي سلام في الماء ماء البحري قاله والطهور ماء الحل ميتته نعم قال ومنها يعني يركب على هذا الأصيب التأصيل أن كل ماء على يصح حرف الحدث به ولا استخدامه في الغسط ولا في الطهارة فقال منها فرع على التأصيل الذي أصله المصنف الشرح يقول منها أن المضاف لا تحصل به الطهارة المضاف لا تحصل به الطهارة لأنه قال لابد من الماء المطلق وينزل من السماء ماء مطلقا والماء العارع عن الإضافة الماء العارع عن إضافة هو الماء المطلق ثم فصل المصنف إجمالا الماء المضاف ليس ماء مطلقا والطهارة تتوقف على الماء المطلق والماء المضاف أقسام ثلاثة أو دروب ثلاثة لابد أن نبين دروب الماء وإضافة الماء لأن هنا أراد المصنف أن ينتقل إلى الماء الذي تغير هل غلب على اسميته يعني غلب على اسم الماء المغير المختلط غلب على اسم الماء أم بقي اسم الماء أم لا بقى اسم الماء ولما بقي اسم الماء كان متغيرا أو غير متغير والتغير هذا يؤثر فيسلب الطهورية أم لا يعني هو سيتكلم على أنواع الماء المتغير ومجمل الكلام عن الماء المتغير قد يكون التغير التغير بالممازجة التغير بالمجاورة التغير بما في مقره التغير في المحلي التغير بيئة المجوارة كما قلنا في الممر أو المقر كل هذه التغيرات على الماء فتسلبه الطهورية أم يبقى معه الطهورية ويكون المسألة على المشقة والتيسير أم ماذا كل هذه من ضروب الماء مع الاختلاط سنبين لك كل حكم يعني يختلف وغيرا قاعدت مثل هذه المسألة السردها الآن قاعدت لها قاعدة مهمة جدا فقهية ما هي القاعدة ومن لم يستحضر فقهيا يمتني الأدب منك حسن يامني يعني نسأل الله لفعلها أن يعلم رأيك أنت ملئت أدبا قبل العلم السؤال قلت ما هي القاعدة التي في هذا الباب قلنا التغير قد يكون تغير بالمجورة بالممازجة بالمخلطة أو التغير بماء في محله أو مقره المجاورة أخذ عقب مجاورة عمر الماء المتأثر بالعلم طبعا يعني عمتا جيد جيد لكن ليست هي القاعدة لكن جيد الله أصبح ماء طاهر ممتاز إحنا قلنا في قاعدة مهمة جدا أنه مستعمل الطائر من نفسه مطالغه لأنه مختلف طائر جيد إحنا قلنا القاعدة اختلاف الأحوال يدل على اختلاف الأحكام اختلاف الأحوال يدل على اختلاف الأحكام تذكرون لما تذكرون لا القاعدة خلاص أنا أتيت بها الأحوال يدل على اختلاف الأحكام لذلك ترى يعدد الفقهاء أنواع الأنواع لتعلم أن كل نوع يختلف نعم يختلف مع النوع الآخر فيكون له حكم فالمضاف المضاف للماء الذي لا تحصل به الطائرة على ثلاثة أضرب الضرب الأول ما لا تحصل به الطائرة رواية واحدة الضرب الأول هو ما لا تحصل به الطائرة رواية واحدة رواية واحدة عند أحمد رواية واحدة عند أحمد وقد نقول بنو متفق عليه بين العلماء الماء الطاهر الماشي على التغيير جيد إذن المضاف الماء المضاف الماء المضاف ثلاثة أضرب ضرب لا تحصل به هو ثلاثة أضرب ضرب لا تحصل به التهارة وهو على أنواع ثلاثة النوع الأول ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القروم فل وما ينزل من عوق الشجر إذا قطعت رطبة هذا لا يحصل به التهارة لأن الحق أن الورد غالب عليه ما اعتصر هو من الطاهرات من ماء الورد يتساقط الورد منه أو القروم فل وما ينزل من عوق الشجر من عوق الشجر ينزل منه هذا التأصيل أنه هو أصله هو أصله فلذلك لا صح لدوء به الثاني ما خالته طاهر فغير اسمه غير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا ما معنى ذلك؟ هذا هو التغير بالمماذجة هذا التغير بالمماذجة يبقى ما كان من أصله ما كان من أصله لا صح التطاهر به الورد عندما يعصر وينزل منه الماء هذا الماء الماء الذي اعتصره من الورد لا صح التطاهر به لأنه ماء ورد خالص أو من عوق الشجر فلا صح التطاهر به لأنه ليس الماء المطلق الذي أمر الله به بالطهر به أو الذي وصف الله جلال فعله أنه يطهركم به كما قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الثاني وهو ما خلطه فغير اسمه وغلب على أجزائه المعنى أنه صارت مماجزة ممازجة والممازجة هو اختلاط الجزئيات بجزئيات إذابة كاملة فأكون فيها جزئيات المادة نفسها يعني اختلطت بجزئيات الماء قد تذهبه تغلب عليه وتذهبه وهذا الذي يحدث في الكافور انذبة يعني انفطت الكافور وصار نعيما جدا كالتراب فوضعته في الماء كالسكر مثلا فانماء اختلط اختلط بالممازجة فتمتزج جزئياته مع جزئيات الماء فتغلب عليه فتغلب عليه وانت ترى حتى يعني رائحة الكافور يعني تكون فواحة جدا وتساعد تشتمها من بعد فاذا في هذا الباب اذا غلب على اسمه فلا يجوز التطاهر به لماذا؟ لانه سلبه اسم الماء لانه سلب اسم الماء اللي ايه؟ المطلق لم يسلبه الطهارة لانه طاهر طاهر وفايدته انا كنت طاهرا انه يعني هذا اقوى من التجانس اقوى من التجانس لانه فيه اذابة تامة اذابة تامة هذه فوق التجانس تجانس فيه مؤنسة والماء فيه ممازجة وهذا يتأتى يعني كأن كأن الشخصين شخصا واحدا وهذه ما تتأتى الا على الشعور لا على الابدان في هذا الباب وهنا تراه في مسائل الاذابة هل رأيتم حتى اهل البدع والضلالة عندما تكلمون على الاتحاد والحلول لما يرون شيئا حل في شيء يعني يعني غير اسمه غالب عليه نفس الامر الكفور يعني المسك نفسه يعني انت لو وضعت لو وضعت المسك ليس المسك الابيض اما تضع عود العود اقوى نعم اما تضع العود على الماء والماء يكون قليل وتضع كم من الماء يكون كذلك الاذابة تم في الكيميا وتسمى وتنالي خلص انت ادرى مني بذلك ننزل على قولك في هذا الباب ان كان كذلك هذه التسمية يكون تجانسا لكن هو الصحيح ان هي ممزجة على اساس انك لو وضعت العود على الماء يغلب عليه لونا وطعما ورائحة يغلب عليه لونا وطعما ورائحة عندنا هذه الامور الثلاثة انما تتغير لكل ماء ما زال ماء مطلقا ماء طورا فاذا هذه تعتبر التغيير بالممزجة لانه غلب على اسم المائية فلا يصح التطهر به ولا يرفع الحدث به الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلة المغلي وهذه باتفاق هذه باتفاق لا يصح رفع الحدث بها لا يصح رفع الحدث ولا ازالة النلس بها بحرم الأحوال إلا ما جاء عن ابن أبي ليلى والأصم وابن أبي ليلى يعني والأصم يخالفان كثيرا العلماء حتى نوفي مسألة الزكاة كده اختلف الأصم خالف فيها الجماهير نهل من بعد الاتفاق حتى قالوا عنه بشدة يعني بعد ما قال بجواز المسألة قال والأصم عنها أصم وبعض أصحاب الشفعية في ماء البقلة المغلي قال يمكن يعني استعماله والصحيح أن كل هذا لا يجوز استعماله ولا 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 يرفع الحدث به كما قال أبو باكر بن منذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا يجوز طار إلا بماء المطلق يقع عليه اسم الماء ولأن الطار إنما تجد الماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقي الأصل في هذا الباب أن الماء المطلق العارع عن إضافة هو الذي تحدث به الطار فإن أضيف وحصل بالإضافة الممازجة على قول ما قال بقى المتجانس إلى الآن يعني ما أقنع بها إلا أن الكلام جاء تخصصا فإن جاء تخصصا يمكن أن نزيل لكن لا مشاحة في الاستلاح هذه ممازجة فيها فيها كما قلنا ينماع المادة تنماع في الماء فتغلب على جزئياته فإن غلبت على جزئياته صار ماء مضافا وما لم يكن ماء مطلقا والماء المطلق هو الذي يصح رافل حدث وزادة النهرس به والماء المطلق والماء الطهور لما تغير من طهور إلى طاهر نقول هو طاهر لكننا لا نرفع به حدثا هذا الأصل في هذه المسألة نقف عندها والضرب الثاني والثالث إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم لو في أي أسئلات فالضرب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترجمة نانسي قنقر